استخدمت إسرائيل مبارح واليوم ولأول مرة أنابل وزنة 900 كيلو جرام بعدوانة على كفار كلا وعيطة الشعب بجنوب لبنان شو منعرف عنه؟ هايدي هي نفس الأنابل التقيل اللي علقت الإدارة الأمريكية تصديرها لإسرائيل بأيار الماضي خوفا من استخدامها ضد المدنيين برفع قبل ما تتراجع أمريكا عن القرار هي أنابل دقيقة وموجهة وزنة 2000 رطل أو 900 كيلو تستخدم عادة لاستهداف منشآت عسكرية وتدمير مبانية وحسنات تحت الأرض بس إسرائيل ما تردد تستعملها ضد المدنيين بلبنان سبقوا استخدمت إسرائيل هيدا النوع من الأنابل بحرب تموز استهدفت إسرائيل فيها الضاحة الجنوبية وارتكبت مجازر بالشياح وبآنا وحتى بمجزرة الردوف بآخر ساعات العدوان أما بغزة فارتكبت إسرائيل بها الأنابل مجزرة المواصب 13 تموز مجزرة سوق النصيرات بتمانح زيران ومجزرة تل السلطان بـ 26 أيار ومجزرة الشجاعية بـ 3 كنون الأول ومجزرة المعمى داني بـ 17 تشرين الأول وغيرة استخدام إسرائيل هالأنابل ضد أحياء سكنية بجنوب لبنان اليوم ممكن يضطر حزب الله يستخدم سلاح جديد للرد بأكد هالشي أنه شكل الجبهة الجنوبية بلش يتغير من جهة نوعية السلاح أو حتى كسافة النيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر